اشتركوا في القناة هاي غنى عان جد يعطيك العافية غنى انت من الاشخاص الناشطين وعن جد ناشطة بهذا المجال بتظلي كل يوم تتلقي تلفونات ومشاكل ومصايب عن الحيوانات كيفة في لبنان وانا اليوم حبيت انه نحكي عن موضوع الطيور الموجودة بالمطار لانه عم نحكي عنه مؤخرا عم بشكل مشكلة عنه على خطوط الطيران الجوية في لبنان البعض بيقول انه المشكلة من الطيور بس نحنا اليوم بنا نحكي عن المشكلة الأساسية ليش عم بيكون عندنا هادا الأنواع الطيور اللي عم تتكاتر على المدرج المطار شو المشاكل اللي عم نوجهها وشو الحلول اللي مع قوني نلاقيها غير المجازر اللي عم بتصير بحق هالطيور لان احنا طبعا ضد كل شي خاصه بمجازر ضد الحيوانات خبرين يا غنى شو هاي المشكلة كيف بنا نلاقيها حلة شو القصة اللي عم بتصير هو بداية نحنا اللي عم نشكل خطر على الطيور الموجودة بمحيط كل لبنان يعني مش بس بمحيط المطار نحنا خلينا جرينا هذه الطيور لا تجي لحتى تجي على هذا المحيط أولا هذه الطيور هي مهاجرة بمعظمها الموجودة يعني هلأ مرء الطريق ورايحة اذا بتتذكر بالالفين وسبتعاش المجزرة الشهيرة اللي وصمت كانت وصمت عار على جبين لبنان أمام الدول التي تعنى كتير بالطيور يعني بتهتم لحقوق الطيور المهاجرة تحديدا تقريبا كمان بالجانيوري يعني كانت ب13 أو 14 هو لأنه هذا الترم متسائب أن الطيور عم بتهاجروا نحنا عنا نقطة بيقطع فوق لبنان نحنا من البلاد اللي هي نقطة مجبورين لطيور المهاجرة تقطع فوق لبنان حرام عنجا بيطلعوا على السيد بأوصوة يأما هلأ عنا هيدا المشكلة اللي عم نجحها بالمطار صحيح على قد ما لازم نفرح أنه لبنان هالقدمة مرئيسة لهجرة الطيور على قد ما لازم نزعل عليهم يا حرام لأنه مثل التايتانيك هالسماء يعني كيف التايتانيك السفينة بتختفي ونحنا الطيور عنا هيك بتختفي بالسماء من وراء القواصين والمجرمين اللي عم بيتصيادهم طبعا المشاكل الأساسية يعني نحنا قبل ما نروح للحل يعني نحنا دايما دولة ردة الفعل ما بنعمل دولة فعل ما بنعمل شي فعل لحتى نخلص المشكلة اللي نحنا فيها من 2017 لها تركوا الأمور هيك لآخر دقيقة لحتى فجأة قرروا أنه بدون يعملوا شي واللي هو طبعا بيلجأوا دايما للقتل يعني صارت دايما يعني للأسف المعنيين مش بس هني بأي مجال اللي كان فيما يخص الحيوانات تحديدا ملف الحيوانات عاجزون وفاشلون ودايما بيلجأوا للقتل يعني أخيرا شي صحيح لأنه إذا بدك تلاقي يعني إذا بدك تشوف المشكلة شو هي بالأساس المشكلة مننا المشكلة من العالم المشكلة من البيئة المشكلة من البلديات اللي ما بتعمل بيش بيتها فبدون يشيلوا هذه المشكلة عن حالهم وكيف بدون يحلوها بأسهل طريقة اللي هي القتل يعني هذه هي الطريقة الأسهل لقلهم والأسرع أكيد بس نحنا ما بقى نقبل يعني نحنا ما بقى نسكت على أنه كل شي بدون يحلوه بالقتل رغم أنه عم بيسير وغصمنا عننا وغصمنا عن هذه الحيوانات والطيور بس نحنا على الأقل أضعف الإيمان نعلي الصوت المشاكل ليش موجودة هالطيور بالنهاية بيقولولك أنه مطارنا المدرج على البحر طيب بس مثل ترباع الدول اليوم مطاراتها على البحر هيدا منه سبب نعم مش سبب أساسي أبدا ليش عنا تكاتر هالطيور الموجودة على المطار شو هي المشكلة الأساسية خلينا بلش فيها بالأول أولا لما بيكون في عندك مطار دولي طويل عريض دولي تحت منه مصب مجرور الغدير يعني ما منسأل ليش عم نجذب عم تنجذب هذه الطيور اللي عنا يعني بيكون في عنا مطمر الكوستا برافا كمان ما منسأل ليش في طيور عم تجي لما بيكون في حوالين المطار تقريبا يعني وبعض منها خمسة عشر في عنا خمسة عشر مزرعة تواجن وخمسة عشر مسلخ هدولي موجودين حول المطار بمحيط المطار إذا بدنا نقول في بعض منهم يعني في ممر عشر متار بينه بين المطار وبلا حيطان هذه المزارع بمعظمة ما بعتقد بقى في لزوم نشوف أنه هالريحة ماذا تجذب يعني أضعف يعني أقل شي بتجذب هذه الطيور فنحن عم نجرة لعنا نحن عم نجرة في عنا مياه حلوة راكدة قد تكون أيضا ما بعرف على مدارج المطار هذه الطيور زكية بتنزل بتغسل بنخيرة بتنظف حالة بميار حلوة بتشرب وبتأكل طبعا بين المحيط الموجود الوسخ وبترجع بالطير فنحن مشكلتنا الأساسية يعني نحن في عنا نورس في عنا طيور مهاجرة هي الطيور الأكتر شيعة من الأيام لا مش بس هي المشكلة مش بس هي المشكلة لا أبدا نحن في عنا كمان اللي هي المشكلة الكبيرة الحمام ونيكي في عنا كشاشين الحمام بمنطقة تقريبا الأزاعي والرمل العالب والمحيط وشوايفات طب هذي كشاشين الحمام يعني بهالدولة كلها ما حدا قادر يوقفهم يعني ما حدا قادر يمنع أنه خطرهم على على محيط مطار بيروت يعني نحن كل رف حمام عم نحكي من الأربعين للميتين أو ما بعرف قديش العدد بس هو رف كبير طيب هذا مش خطر مش شايفين أنه هن الخطر طيب لما مش قادرين يوقفوا كشاشين الحمام ولما مش قادرين يوقفوا رصاص الطايش عاجزين وفاشلين وما في كلمة ممكن توصف يعني عجزهم وفشلهم بروحوا بيقوا على طيور يعني عابي يعني معابي يعني أنا عن جد أخجل كتير أحيانا أنه أنا مضطرة أتشاركها الأرض مع هذه الأشخاص اللي عم يرجعوا للقتل عم نكون نحن يعني باقينا شوية كرامة تجاه العالم يحافظوا شوية عليها يعني في عنا حلول تانية كتيرة منا يعني إذا بدي بلش سلسل فيها أهمت مثلا مكانات الأصوات هلأ بيطلع لك قالوا لك قالوا لنا أنه هن استخدموا هذه المكانات بس أنه نوعا ما تعود عليها طيور طيب ما بتعود أنا أنا ما بوسق أنا ما بوسق بالشي بقلوب هذه من الآخر فما بعرف إذا أهي أو لا بس في حالة طيب ما في حلول تانية في مثلا حلول اللي هي الألترا صانيك اللي هي عنا موجات عالية جدا نحن ما بنسمع بيسمعوها الطيور ما بتأذيها بس هن بحسوا بضغط هذه الموجات الصوتية فبيبعدوا هي ريبالنت يعني هي بتنفروا للطيور في عنا مثلا مكانات تحاكي المفرقعات النارية كتير بتخاف الطيور من المفرقعات النارية ما تتخيلش وبيعت الهم براس السنة هذه الطيور يا حرام قداش بتخافه بترتعب ما بتكون نايمة وبتكون العالم عم بتفرقع ومبسوطة يعني نحن مشكلتنا مفاكرين الدنيا لقلنا بس طبعا والكلاب والحيوانات يعني الكلاب بالبيوت نحن يمكن منحضنا بس الكلاب الشارد دي ما تتخيله قداش بتعاني من هذه الأصوات من هذا الخوف في عنا غير المفرقعات النارية في عنا كمان مثلا إذا تنقول في عنا أعشاب ندعوهم إلى عدم عدم جز هذه قالوا أعشاب لأنه الطيور بتحب الأعشاب القصيرة لأن هيك بتشوف أعداء يعني نحن عم نشتغل المشكلة نحن عم نشتغل ضد البيئة اليوم نحن عم نتصرق نحن عم نتعامل مع كائنات ذكية جدا يعني المشكلة نحن اللي مش أذكياء يعني نحن اللي آخر شي بنلاقي أوكي بنقتلهم إنه ما عم نلاقي حالة يلا ما نقتلهم ما هو لأنه ما هو لأنه الحل عندنا في لبنان ما عندهم حلول يعني أنت اليوم عم تحكي عن حلول الموجودة اللي ممكن نتباعد هالطيور على المطار قبل يعني شوفي عم ننط على الحل قبل ما نشوف أنه المشكلة هي من عندنا من أساس طيب ما بعدها عم نقول أنه في كذا سبب عم بيضروا مش بس برضو نحن عم نقول بضبط نحن عم نقول نحن بواقع مش قادرين لا يوقفوا المجرور ولا يشيلوا المطمرة طيب في حلول تانية اللي أنت ما تقلوا يعني في أكثر من طريقة للحل بعدين هل فكروا كإدارة أو كمؤسسة أو ما بعرف كشو أنه مثلا يستقدموا خبراء عنا كثير خبراء الطيور عنا نحن مظبوط أنا أصلا بيبيبي فكرت اليوم قديش يجي لعندي خبراء طيور نحكي طبعا نحن عنا خبراء بكل المجالات في هذا البلد شي مرة استقدموا هؤلاء الخبراء لحتى يشوفوا مثلا يدرسوا مواسم هلأ الطيور أي نوع هلأ أي موسم قديش للأعداد شي مرة عملوا هيك أكيد لا فإذا نحن المشكلة بعدين في شغلة كتير مهمة هون مش عم ينتبهولها هي مش بس مجزرة أخلاقية هي مجزرة بيئية كمان لأنه بما كان ملوث هالقد في كتير حشرات هذه الحشرات مين بيأكلها أكيد مش نحن اللي بيكلوها هن الطيور فنحن لما منقتر الطيور هذه الحشرات رح تتكاثر وتتكاثر وتأزينها لألنا يعني بيقولولي الإنسان أولا عظيم طب ما نحن نسعى نحن اللي عم نحاول نحمل حيوان نحن همنا الإنسان يبدو أكتر منهم هن يعني نحن اللي عم نفتش على حلول مستدامة مش هنه هن عم يفتشوا على حلول مؤقتة أنه هلأ منقتلهم وخلص لا بعدين في شغلة الطير لما بتقتلي يعني إذا هاي المجموعات فكروا أنه إذا قتلوها رح يرجع غيرها هذه نظرية أنه منقتل ومتخلص منهم يعني يطلعوا منها هاي فكرة أنه بقتلوا كليب شير دي بيرجع بيجي ألف بدل العشرة خليوهم شوي يرتقوا بفكرهم يرتقوا بطريق التعاملهم مع هذه المخلوقات الأرض مش لقلنا بس لوحدنا نحن الأرض كمان نحن نتشارك فيها مع كل المخلوقات بس نحن للأسف للأسف مجتمعنا بمعظمه طبعا أنا هو مش عم بعمم تحية لكل إنسان في عنده ضمير ورحمة وإنسانية بقلبه نحن عم نقول أنه نحن بمعظمنا للأسف منكره البحر ومنكره السماء ومنكره الشجرة ومنكره الطراب والعصفور بدنا نقتلوا ونستعرض صورته نحن عنا مشكلة مع كل شي بيصحف مع كل شي على الأربعة ما بعرف بيمشي على الأربعة ما بعرف شو هذه النزعة للتخلص من كل الكائنات اللي عم بتعيش معنا ما فينا نستمر هيك نحن صرنا بيقتنا تنقرض نحن بلبنان ما بقى عنا شي نحن ما بقى عنا شي يعني هون بدي عن جد وجه تحية لوزير البيئة اللي واقف بهذا الموضوع كمان اللي عمل دراسة وقدم كتاب لكيفية معالجة موضوع طيور المطار فلا ما رح نقبل أنه تتكرر المجزرة أصلا هن يستحوا يعني هن شوية خجل بس هن ما رح يستحوا لا بدون يستحوا لأنه نحن مشكلتنا اليوم بالطيور نحن عين بمشكلة ببلد يعني هلأ بعدنا نحكي بتشوفين نحن بفكراتنا ببرنامجنا هلأ كنا عم نحكي مع رانيا عن السرطان قدي عم بكاتر بلبنان نحن أدوية سرطان ما عم تتأمن بدنا نجي نحن اليوم يقولولك أنه قاعدين اللي بدون يعطلوا هم لطيور ما رح يقعدوا يعملوا الناشطين هن اللي عم بيأخذوا المبادرة الناشطين والأنجيوز وكل الجمعيات هي اللي عم تقدم على هول الخطوات هي اللي عم تعمل هي عم تعمل شغل البلديات والدولة اليوم الأعضاء والكتل والأشخاص اللي هي معنية مثل حضرتك وغيركن أنتو عم تاخدوا هالمبادرة البلد اليوم منو 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 بلد عادة بس هذا لا يبرر هذا لا يبرر القتل طبعا نحن ما عم نبرر تعرفي ليش باميلا لأنه لما كنا مناح إذا بدنا نعتبر حالنا بمرحلة معينة كمان ما عملوا شي يعني نحنا ما ما نحب نشتغل أصلا كإدارات كمؤسسات رسمية ما بدون يشتغلوا بدون يقتل أهيا شي عندهم القتل يعني هلأ رغم الجوع والوضع الاقتصادي اللي نحنا فيه بعدنا عم نلاقي ناس للأسف عم بيشتروا اللانات ويقتلوا حيوانات هذا أحقر عن جد يعني دائما بظلني أقول كتير حب استعمالها الكلمة هذه أحقر طريقة للتخلص من هؤلاء الكائنات اللي عايش بيناتنا نحنا لازم نتعلم نعيش مع هؤلاء الكائنات في مشكلة عم بيسببوا لنا مشكلة في تربية فينا تربية طوعية هلأ إذا عم بيسببوا لنا مشكلة بمكان ما يعني إذا بعض الأشخاص معتبرين أنه عم بيسببوا لنا مشكلة فينا نلاقي حلول الحلول دائما موجودة دائما فينا نتعاون مع كل الأطراف مع كل المعنيين التعاون هو الأساس لحل هذه المشاكل القتل منه سبيل للتخلص من أي كائن هلأ اليوم نحنا مشكلتنا هي مشكلتها الطيور اللي هي مثل ما قلت الموثمية بكرة ببشتة وقت تسقيعت تجي شوي عاصفة بالصبع هلأ بفلو تقريبا بس من هلأ إلى وقتها هلأ هني بيقولوا لك لك يلا منقتلنا كم واحد وبعدين بيجعب بطلو تا كان إجا من وصم جديد بس نحنا كمان عم نشكل قطورة على حياة العالم الموجودة بعمل طائرات اللي هي عم بتسافر منه إلى لبنان طبعا وهذه سلامة يعني سلامة أولئك الناس سلامتنا نحنا طبعا سلام طيران المدني هذا من الأولويات نحنا عم نقول فيهن يجمعوا بين سلامة الناس وبين الحلول التي تمهد لأنه يبعدوا هذه الطيور وبحلول مستدلة متى ما يرجعوا وزير البيئة اليوم بما أنه عم تقولي لي أنه عم بتعاون معكم عم بيتسمع ونحنا أكيد منواجه له تحية منواجه له تشكره ياريت الكل بيكون متلو عم بيأخذوا يعطي معنا على القليل الحل اللي ما ناخده الحل الدائم مش الحل المؤقت مين معقول يقدر أكيد الجهات المعنية ما رح تعمل شي مين معقول يقدر يساعدنا لنطبق هذا الشي الحل اللي هو الحل الجذري لأنه نخفف هذه الخطورة الموجودة عننا اليوم يعني أنا واثقة أنه بإذن الله معالي وزير البيئة معالي وزير الدخلية باعتقد باعتقد طبعا بالتنسيق مع إدارة الميدل إيست بالنهاية باعتقد ما حدا أبدا بمكان ما بيتمنى القتل يعني بالنهاية أكيد بمكان ما رغم كل غضبنا منهم للمعنيين تنقول اللي كانوا عم بيدعوا للقتل هن يمكن جواتهم لقى بفضل حلول السليمة أو الحلول الأمنة أنا واثقة عندي شعور أنه ما رح يصير ما رح تتكرر المجزرة باعتقد صار عندهم كل المعطيات لحتى يلاقوا حلول على الأرض نحن بس هدفنا نعلي الصوت عبر عبر منبرك فاميلا عبر الام تي في وعبر كل المنابر اللي عم بيخلونا نعلي الصوت مشكورين لحتى نوعي ونقول أنه القتل مش الحل صحيح أبدا في حلول كل بلد العالم قدروا تلاقي حلول حتى في بلد يعني متقدمة بمكان ما اقترفت مجازر واكتشفوا أنه غلطوا فصححوا ورجعوا حسنوا فنحنا ما لازم نكرر أخطائنا نحن خطأ نحن نالى الخطأ بالضبط نحن نقترف نالى الخطأ خلاص مش الحال عملنا خطأ طيب خلينا نتعلم مثل ما مثل ما بلد برا اللي بنعتبرهم حضاريين اقترفوا هذه الأخطاء بمكان ما بإيامهم طيب بس مع عدوا لقيوا حلول نحن رغم أوضاعنا اللي مش منيحة مش لازم مش لازم نبرر عجزنا وفشلنا أنه نلجأ للقتل لأ في حلول تانية لحتى نقدر نتعامل مع هذه الأرواح أكان الكلاب حيوانات شاردة أو أي شيء أو حتى طيور في عنا دائما حلول يعني نحن مثل ما نطرح المشكلة ومدى خطورتها للمشكلة وقد تشكل خطورة على البيئة وعلينا نحن كلنا فإن شاء الله أكيد كمانا بوقت قادم نقدر نوصل على الحل ونحكي كمانا بالحل ونكون مبسوطين أنه وصلنا للحل اللي لازم نوصله بالطريقة السليمة والطريقة المزبوطة والحضرية طبعا غيرنا نحفاوي أنت الناشطة في مجال دفاع عن حقوق الحيوان من لبنان بقلك يعطيك العافية بكل شيء عم تعملي يمكن هذا الموضوع طرحناه اليوم بس أنت عم تحملي هموم كتير كبيرة كل شيء في لبنان عم يصير خصوا بالحيوانات والمجازر لقتل أنت بتعبك كل الأضايا ويعني ما بتنامي أوقات بدأي لك يعطيك العافية وقال الله يكثر من أمتالك يعني نحن عم نعمل شغلة اللي ما لازم نحن نعمله بس نحن الأشخاص اللي منقدر نعلي الصوت ومنقدر نوصل للحلول بدأت شكر وجودك معينا اليوم مشاهدينا هذا كانت فقرة باتس إن شاء الله تكونوا وحبيتوا الموضوع وإن شاء الله نلاقي الحل قريبا الحل السليم أكيد هذا كانت فقرة باتس رح نروح فاصل ومنكمل